اشتركوا في القناة لما كنت في الكويت يمكن هذا الكلام كنت صغير يعني في الستينات لفت نظري انه يلبس جلابة مغربية طبعا انا سألت قالوا لي هذا مغربي لانها كانت قصيرة الى حد ما وكان يلبس بلغة من غير تقاشر فكان بالنسبة لي منظر ملفت للنظر وظل محفورا في الذاكرة الحقيقة ولعله غالبا سيكون شخصية مهمة مغربية تزور الكويت في ذلك الوقت شفته في شارع فهد السالم الشارع الرئيسي في مدينة الكويت لكن اول الشخصيات المغربية التي اعرفها هو المهدي بن نونة المهدي بن نونة كان يزورنا كان من اصدقاء الوالد الخلص يزورنا في الكويت وكان يتحدث الفلسطينية احسن مما انا اتحدثها لانه هو عدد من اشقاءه ورفاقه وزملاءه من التطوانيين كانوا درسوا في جامعة النجاح في مدرسة النجاح وهم صغار في فلسطين في مدينة نابلس بتنسيق وبنصيحة من شكيب ارسلان لوالد المهدي بن نونة او الحركة الوطنية كما يقال الحاج عبد السلام بن نونة وتوفي الحاج عبد السلام في سن مبكرة يعني يعني لم يمهله القدر كثيرا فكنتنا نلتقي هنا يعني كنت ارى فعندما جئت الى المغرب كنت اعرف وايضا كنت اعرف احمد بن سودة اظن مرة التقيت به في الكويت ايضا لاني عندما جئت الى المغرب كنت اعرفه احنا جئنا في المغرب في تسعين نعم نعم هو وقتها هو كمان في قضية مهمة انه قبلها كان سفير المغرب في لبنان وهو خطيب مفوه يعني انا اذكر اني سمعته يخطب اكثر من مرة مرة في افتتاح خزانة له برحمه الله في فاس ووقتها كان احد الشخصيات المهمة يعني لا داعي لذكر الاسم هو شخص معروف وانا كنت له كل تقدير واعترام وهو يعني من اهم الكتاب في الديوان الملكي فتحدث بالفرنسية فقال له احمد بن سودة كان الوالد جاء ليحضر الافتتاح كنت مع الوالد انا ايضا فقال له اخ خالد لا يتحدث الفرنسية فبدأ يتحدث باللغة الانجليزية فقال له الوالد لما لا نتحدث بالعربية وعندما عدنا يعني كنا مفاجئين يعني لانه كأنه الاولوية للحديث بلغة يعني اجنبية فرنسية يعني فهو متحدث يعني يعني هو يجيد العربية ايجادة متميزة يعني واذيب شايف اذكر هذه الحادثة جيدا واستمتعت كما استمتع دائما بحديث العم احمد بن سودة اللي تربطني معها ايضا زكريات لكن وهناك قصة نستطيع ان نتحدث بها عن عسي احمد بن نونة العم احمد بن نونة اللي كنا نزوره كثيرا هنا في منزله في الربا في السويس رحمه الله سويس رحمه الله لكن لابد ايضا من الحديث عن سيد مهدي بن نونة المهدي بن نونة هو يعني الصديق الشقيق للوالد والحقيقة العلاقة الوالد بالمهدي بن نونة اصبحت هي علاقة بين العائلتين عائلة الحسن العفاوية من حيفا وعائلة المهدي بن نونة او عائلة بن نونة عموما ورحم الله سيبو بكر بن نونة حضرنا جنازته قبل يومين رحمه الله وتغمده هو واخوته جميعا بواسع رحمته فالعلاقة تربطنا بهم بالابناء جميعا بابناء سيبو بكر بن نونة بأولاد اقوته وانا اعتبرهم عائلتنا وهما يعتبرون نفس الشيء يعني وانا اسأل الله ان يكون هناك من المناسبات ما يعمق اكثر اكثر هذه العلاقة ويديمها الى الاجيال يعني اللاحقة والمهدي بن نونة يعني كان يستطيع ان يأخذ قرارات بنيابة على الوالد يعني هو مثلا اشترى منزل لنا في اقدال وقال للوالد انا اشتريت لك منزل حول مبلغ فلان فلان وكلف من يفرش المنزل وبالمناسبة عندما لانه نعم لانه سيلمهدي بن نونة كان يريد لنا ان نكون في المغرب وعندما حصل ما حصل في الكويت وانا كنت وقتها في الخارج لكويت وجئنا الى المغرب وجدنا هذا البيت الذي نصح الوالد سيلمهدي بن الوالد بشرائه والوالد طبعا امتثل لنصيحة ونصحه الاخوي المحب يعني وهذا الحقيقة يتسهل علينا امور كثيرة لان العائلة كلها انا كنا اربع عائلات جلسنا في شقة واحدة الحقيقة لانه كان شقة نعم ماشي يعني وحبا اشترى ايضا هذا البيت لا لا هذا البيت كلا هذا احنا عندما جئنا عم مسعود طال الله في عمره هو اللي هو اللي يعني نصح بشرائه واحنا اشتريناه من عبدالله العروي الله يطيل في عمره ويعطي الصحة ولم يسكن بيته هذا لانه وجد انه لا داعي الانتقال من حيث يكون الى هنا بالسويسي لانه اولاده اصبحوا في الجامعة فوجد انه لا داعي الانتقال نعم بالنسبة بن سودا اظن فيه كمان حادثة يعني هو علاقته في الوالد قوية هو رجل مشاعر ويؤمن بالبعد العربي بشكل خاص في المغرب يؤمن بدور المغرب المحوري عربيا بشكل اساسي وايضا افريقيا واسلاميا ايمانه كبير كما هو شاء كثير من الاعلام المغاربة واسكر انه كان في زيارة للوالد فخبرني الوالد لاحقا انه هنأه بانه انا عينت يعني مدرس مساعد هذا الكلام كان عام بوعد تسعين في كلية الحقوق بمراكش وقال له انا اهنئك لانه ابنك استطاع انه يصفر بهذا التعيين قال لي انا اخبرني لمهدي بن نونة لانه ابنه للمهدي بن نونة الدكتور امين ايضا هو استاذ في الجامعة وهو بس في كلية العلوم هو وقته اخبرني انه هناك مناصب منصب شاغل يريدون استاذ للعلوم السياسية لانه المغرب في كليات الحقوق لم تكن تعرف التخصص في العلوم السياسية قانون عام التخصص في العلوم السياسية غير قائم قال له هذا صحيح لكن بعد ان تم الوالد قال اسي بن سود هذا صحيح لكن بعد ان تم التعيين بشهور اخبر زملائه انه سيد العميد يريد ان يعين شخص اخر وانه يقول انه هذا له خلفيات ارهابية نحن لا نريد مثل هذه الامور في كليتنا وايضا هذا مهندس وليس ما الذي جاء له يقول خلفيات ارهابية يمكن لانه لانه انا جنس يعني تخدمت كمغربي لكن هو واضح من اللهجة انه هذه اللهجة فلسطينية فيعني وهو القى حكما هكذا يعني جزافي ليحقق المراد يعني وقال انه مهندس وانا فعلا مهندس وعملت مهندس عشر سنوات لكن انا ايضا حصلت على معادلة الاجازة من الجامعة وحصلت على دبلوم في الحكم المحلي من كلية الاقتصاد العلوم السياسية في القاهرة وعلى ماجستير العلوم السياسية من الجامعة الامريكية في القاهرة وهذه كلها امور معادلة ومعترف بها وتعتبر كانت دكتورات سلك التالت في المغرب يعني دون دكتورات دولة حتى اتذكر عندما تقدمت للتسجيل في الدكتورة هنا الدكتور محمد بناني اطال الله في عمره رجل رجل كريم من كرام الناس عندما قام لعملية المعادلة وكذا قال لي انت يعني مستواك فوق الماجستير ودون دكتورات دولة فيعني انت من ناحية التأهيل اكتر من مؤهل الى انك انت تمضي وتسجل في الدكتورة فالمهم هذا كان الجواب لا اختصر عليك الكلام قال لي سألني انسي احمد بالهاتف انا كنت وقتها في وجدة نبحث عن ارض لفلاحية لنعمل بالزراعة هذه كانت رغبة الوالد فهم من الامر كلمني بعدها قال لي يا سعيد يقولون انهم لا يحاجي لتخصصك لماذا لا تعمل لا تدرس في المدرسة المحمدية كمهندس قالوا عمي احمد انا اولا لا اريد ان احرجك انا يعني غير معني باني انا ادرس الهندسة لا في المغرب ولا في خارج المغرب انا ما اعرف ان المحضر الخاص بلقائي يعني عندما تقدمت اللجنة التي نظرت في طلبي للتدريس كان محضر ايجابي وقالوا انهم بحاجة الى هذا التخصص واعتبروا انه انا يعني ممكن اشكل اضافة وبالتالي التعيين يعني هما اجازوا التعيين وزكوه اذا كان هذا صحيح فمعناها انه اللي حصل شيء يعني غير عادل اما اذا كان خاطئ ما انا بلغني فارجو انا يعني ان ارفع عنك الحرج يعني ما تضع نفسك في موقف حرج من اجلي قال لي طيب بعدها بتلت ساعة اتصل فيه يبدو انه كان فيه محادسات مع عميد الكلية مع رئيس الجامعة مع الوزير مع كاتب العام قال لي اذهب الى الكاتب العام بعد غد واخذ التقرير واخذ قرار التعيين اعادة التعيين في كمدرس كما كنت بس لا تحدث بهذا احد والحقيقة انا خلال عشرين سنة لم اكن اتحدث بهذا هو العميد الكلية الحق في مراكو كيف كانت تفعله؟ ماذا تنتظر يعني هو اللي يخذ قرار التعيين واذهب طبعا انا اقول هذا لانه لانه مثل هذه الاجراءات يمكن الان غير ممكن ان تحصل يعني ممكن يحصل الغاء التعيين بس اعادة التعيين بهذا الشكل ما ممكن كان الان الان يصعب ان تحدث كما حدثت سابقا يعني ممكن تحدث اذا تم تعنيف للشخص لانه اخذ قرار غير صائب فهذا التعنيف يجعله انه هو يقبل مثلا التعيين ممكن تحصل ضمن هذا الاطار لانه الان تجاوزنا الامور وانا الان صحيح استاذ كرسي الحضارة الاسلامية في الجامعة وانا امارس هذا الان كمدير لمركز الابحاث ورئيس مؤسس خالد الحسن بتكليف من الاسيسكو ورئاسة الجامعة في الرباط لكن انا الان تقعت كاستاذ للنظرية السياسية او للعلوم السياسية فيعني قول هذا الكلام المهم انه مرت الفترات اللي كان محظور ان تقول هذا الكلام هذا عن سي احمد طبعا اما العلاقة مع سي الشرقاوي الحقيقة العلاقة مع العم الشرقاوي انتد به العمر وامتد بنا العمر معه يعني نحن كنا حضرنا يعني وداعه الى دار البقاء قبل اسابيع لا تتجاوز الشهور يعني يمكن شهرين هو الحقيقة رجل نبيل مفعن بالوفاء وبالرجولة اعتزازه بالمغرب وبالملكية كبير حكيم عنده رؤية استراتيجية ونظر واسع وانا اول مرة التقيت به الحقيقة عام ستة وتمانين انا التقيت به واسيبو بكر القادري والاستاذ محمد بالبشير الحسني الله يطول في عمره واشخاص اخرين من قادة حزب الاستقلال ونقابيه هذا كله التقيتهم في عام ستة وتمانين هالا اول زيارة دعيت فيها الى المغرب جئت جئت لي وحاضر حول امور تتصل بالعمل النقابي انا والاستاذ جمال البنة الذي اسس الاتحاد الدولي للعمل في العالم الاسلامي وقتها كان صادف انه الوالد في المغرب فهاتفني الوالد وقال لي تعالى الى الرباط كنت انا في الدار البيضاء لا ادري كيف جئت يعني لانه لم يكن هواتف محمولة ولا لوكيشن ولا كذا لعلهم ارسلوا شخص يعني ليقلني من الدار البيضاء الى هناك وهناك حضرت غداء الوالد وكان سي محمد الشرقاوي وكان رجل من كبارات رجال المغرب للأسف لم احظى بلقائه كثيرا ولا وهذا تقصير مني الحقيقة كان يجب ان انتهز فصل التعارف عليه لكن انا غادرت المغرب بعدها كان زيارة خاطفة اللي هو المهدي بن عبود والحقيقة يعني اخذت وانا استمع الى تحليلات وطلب منه العم الشرقاوي انا تحدث في امور فزهلت من من ساعة يعني من العمق الحديث وانت تجد صعوبة في انت تتبع حبل الافكار معه ورجل دمث ورجل كبير في داخله وفي نفسه بعد وفاة الوالد استمرت علاقتي بالعم الشرقاوي بشكل اقوى بكثير وكنت الجأ اليه في كثير من الامور وانا انضويت في اعمال متعددة فيما يتصل بالعمل العام كان في القدس او بالعمل النقابي او بغيرها وكنت دائما الجأ الى مشورته ونصحه وتوجيهه ايضا ومن نصائحه انه اذا اي شيء مهم له علاقة بالسياسة الخارجية للمغرب فارجوك انك تكتب رسالة تخبر الحسن الثاني في الامر وهذا كنت اعلم يعني كنت اقوم به دائما واتضح فيما بعد انه كان مهم وكان يقول لي انه صحيح انه هناك من قد يتحفظ على ما تقوم به لكن سعت النظر واتساع الافق يقتضي ان نعتبر ما تقوم به اضافي للمغرب وليس احراج للمغرب باي شكل من الاشكال وعندما كنت ابلغ برسائل معينة يعني عندما يعني قد يكون هذا مجال للحديث عنه لاحقا يعني كان يوجه لنصح في كيف اتعامل مع الملاحظات التي يعني تخلق وكنا وكنا دائما نلتقي في ديوانه العامر في بيته هنا في سويسي او في قصر للماليكة في الصخيرات في الصيف كان دائما يكون في لقاء ايام السبت كان يدعو له ما عارفه واصدقاؤه في بعض الاحيان كان العدد يتجاوز الاربعين او المئة واسكر انه لما عقدت اولى لما بواكير نشاطنا الثقافي نشاطي الثقافي اللي في النهاية تبلور في مؤسسة خالد الحسان كان عقد حلقة نقاشية لدراسة تقديل الاهرام الاستراتيجي وحضروا نخبة من المثقفين الكبار في المغرب ومن خارج المغرب محمد علال صناصر محمد ابو ستة يعني شخصيات عديدة عبدالهادي التازي رحمه الله عالم قسوس محمد قسوس رحمه الله وايضا شارك في هذه المناقشة محمد العربي المساري واخرون طبعا هذه يعني الشخصيات في ولاقي طبعا مع سبو بكر القادري كانت ايضا في رقاء في مجيء الاول عام 1986 و86 الى المغرب وكان فيه كذا كذا رحلة الى المغرب قبل ان نأتي جميعا ونستقر هنا وكأن القدر يعني كان يمهد لي يعني هذا الاستقرار ونشأ بيني لانه كان ابو بكر القادري احد المحاضرين ايضا واشتركنا في اكثر من جلسة وهو رجل متواضع هو رجل كبير النفس وعفيف اللسان فكان فيه لقاء يعني لقاءات متعددة معه واستمرت العلاقة عندما جئنا فيعني كان يأتي الى البيت من غير ميعاد اذكر مرة كنا في وقت العصر في رمضان فجاء وكان الوالد يعني في حياة الوالد وطبعا انا كنت حريص دائما على اني انا ازوره بين وقت واخر واذا كان هناك اي مناسبات مهمة ثقافية او كذا طبعا كنت كان هو من اول من ادعوهم الى الحضور وكان بالرغم من مشاغله ومن السن لكن كان ايضا يحرص على الحضور وازكر انه مرة كان كان مستاء جدا من نتائج احدى الانتخابات وعندما زرته وجدته حزين جدا فقالي للأسف الانتخابات لانه وجد عبث المال الشديد بالانتخابات اللي اصبحت الانتخابات كأنها يتمرن الناس فيها على بيع الضمائر كان في غاية الحزن على ما جرى وايضا كان معتز بنفسه كثيرا واعتزازه بالقصر العلوي بعلاقته الخاصة معه لكن ايضا كان يرى ان عليه دائما ان ينظر الى نفسه بشكل كأنه رجل وطني قضيته الاساسية هي الفكر والكتاب ولا ينظر الى هذه الرسالة من خلال انها مدخل الى حضوة او شيء من هذا القبيل وكثير من هؤلاء منهم علي برقاش ايضا يعني هو مثال فذ علي برقاش رحمه الله على هذا لكن تظل العلاقة كما قلت بيسي محمد شرقاوي علاقة خاصة كنت حتى اخذ نصحه حتى في القضايا الخاصة وانا كنت افاجأ في بعض الاحيان عندما يطلب مني بعض اقرب الناس الى الي او بعض من الناس القريبين جدا الي ان احدثهم ان احدثه في امر يخصهم وكان بالنسبة لي شيء ملفت لاني انا كنت في بعض الاشياء قد اجد حرج في محادثته مباشرة كنت افكر ان اطلب منهم هذا جعلني ايضا ادرك انه من حول الشرقاوي كانوا ايضا يرون انه علاقتي اللي هي ايضا امتداد لعلاقته بوالدي بتصور كانت علاقة خاصة جدا وهذه العلاقة موجودة الان حتى بيني وبين يعني ابنائه عدوا الان لعلاقتي 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 ترجمة نانسي قنقر